موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمة ويقول الشاعر تعلم العلم وقرأ تنى الفخر النبوة قال الله تعالى يا يحيا خذ الكتابة بقوة أما بعد حديث معكم النهاردة بناء على طلب الكثير من الزملاء القانونيين بعنوان مصرح الجريمة مصرح الجريمة بنطلق عليه الشاهد الصامد الذي لا يكذب أبدا الشاهد الصامد الذي لا يكذب أبدا مصرح الجريمة دي تعريف مضيق ودي تعريف موسع يعني بعض الفقهة عرف مصرح الجريمة من مفهوم ضيق بأنه المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة ووجدت فيه الجزة اعتبر أن مصرح الجريمة هو المكان اللي فيه الجزة وطبعا المفهوم ده مفهوم ضيق جدا لأنه بيحصر مصرح الجريمة في مكان وجود الجزة وإن كان وجود الجزة قد يتغير يعني ممكن يتم نقل الجزة من مكان إلى مكان آخر وبالتالي لا يمكن الاعتماد على هذا التعريف أما الفريق الآخر من فقهاء القانون الجنائي عرفوا مصرح الجريمة بأنه المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة أو وجدت فيه الجزة أو اختبأ فيه الجاني أو تم دس أو نقل بعض محتويات الجريمة إلى هذا المكان يبقى هنا مصرح الجريمة من هذا المنظور وهو الأولى بالاتباع كل مكان سواء وجدت فيه الجزة المكان اللي ارتكبت فيه الجريمة المكان اللي اختبأ فيه الجاني مرتكب الجريمة أو قام بنقل بعض المحتويات من مصرح الجريمة أو من مكان ارتكابها إلى مكان آخر كل هذه الأماكن تعد امتداد لمصرح الجريمة ما هو دور مصرح الجريمة في كشف غموط ارتكابها مصرح الجريمة بما فيه من آثار يعد شاهد على ارتكاب الوقع وزي ما قلت لحضراتكم هو الشاهد الذي لا يكذب أبدا مصرح الجريمة بهذا المفهوم في ظل الجرائم التقليدية أصبح له منظور آخر في ظل الجرائم الإلكترونية النهاردة في ظل التطور الحديث وارتكاب الجريمة الإلكترونية أصبح لدينا مفهوم يحتاج إلى البحث وهو مصرح الجريمة الإلكترونية وهو ما يدعينا إلى التساؤل إذا كان مصرح الجريمة التقليدية هو مكان ارتكاب الجريمة أو وجود الجسة إذن فكيف نبحث في مصرح الجريمة الإلكترونية والذي يعد بحث في الفضاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي هيكون لنا حديث قريبا عن مصرح الجريمة الإلكترونية أما الآن فنحن بصدد مصرح الجريمة التقليدية وكما عرفنا المصرح بالمفهوم الطيق والمفهوم الموسع تعالوا نشوف إيه اللي ممكن نستفيد منه من مصرح الجريمة أو من دراستنا كرجال قانون لمصرح الجريمة رقم واحد عند انتقال فريق البحث الجنائي إلى مصرح الجريمة عليه بداية أن يقوم بتأمين مصرح الجريمة أول حاجة بيعملها لازم يأمن المكان كويس ويتحقق من المجنع عليه إذا كان إذا كنا بصدد جريمة قتل أو احتداء التحقق من المجنع عليه وهل ما زال على قيد الحياة أم فارق الحياة فإذا كان على قيد الحياة عليه بداية أن يقوم بإسعاف هذا الشخص ومرافقته حيث انتقاله إلى المستشفى ليه رقم واحد ممكن يسمع منه بعض الأقوال والمعلومات التي تساعدنا بسرعة على مداهمة الشخص مرتكب الجريمة يقدر يقول لنا معلومات عن الشخص الذي قام بارتكاياب الجريمة رقم اثنين تأمين هذا الشخص لذاته لنفسه لأن هذا الشخص المستهدف قد ينمو إلى علم مرتكب الجريمة أنه ما زال على قيد الحياة فيصر على ارتكاب جريمته فيداهمه أثناء نقله إلى المشفى أو بعد نقله يبقى تأمين الشخص الضحية المبنى عليه يجد تصوير مصرح الجريمة تصوير دقيق تصوير قبل أن يتم لمس محتويات مصرح الجريمة يجب أن يتم تصوير مصرح الجريمة تصوير دقيق ليه؟ قد يتم نقل بعض المحتويات بقصد أو بدون قصد من مكانها مما يضل فريق البحث في الوصول إلى الحقيقة وبالتالي التصوير المسبق قبل البحث في مصرح الجريمة ونقل ورفع الأثار هيكون له دور إيجابي عند مراجعة محتويات مصرح الجريمة في حالة تشكيك في نقل بعض محتويات مصرح الجريمة يتم تدوين كل ما هو موجود في مصرح الجريمة عند الوصول لمصرح الجريمة هل كانت هناك رائحة مثل روايح للغاز هل كانت هناك رائحة لنوع معين من العطور هل كانت هناك رائحة لتدخين كل هذه الأمور لها دلالة إذا كانت هناك رائحة تدخين فهذا يدل على أن ما زال مرتكب الجريمة في محيط مصرح الجريمة لم يفارق المكان وقد نجد بعض الفضلات المتبقية من طعام من طعام أو من شراب ما زالت لم تتعفن ما زالت طازجة أو فريش تمعناه أن كان هناك من يتناول هذا الطعام في وقت قريب كل هذه الأشياء التي قد يراها الشخص العادي أمور بسيطة أو غير هامة هي أمور في غاية الأهمية لفريق البحث الجنابي وبالتالي بيتم تدوين كل هذه الأمور في مصرح الجريمة وما يتم وجوده في مصرح الجريمة تم وجود بعض البقع الحمراء لا يمكن الجزم أنها بقع الدم إلا أن يتم رفع هذه البقع وإرسالها للتحليل ليفيدنا المعمل المختص هل هي دم هل هي عصير هل هي بعض المواد الكيموية ألوان قد وضعت للتضليل قد يكون ذلك للتضليل أن يتم وضع بعض الألوان في أماكن معينة ظن من مرتكب الفعل أن فريق البحث يتوهم أن الجريمة تم ارتكابها في هذا المكان قد يكون هذا المكان هو ليس مكان ارتكاب الجريمة وبالتالي على فريق البحث أن يقوم برفع كل الأسار الموجودة في مصرح الجريمة وإرسالها إلى الجهات المعنية لتحليلها وتحديد طبيعتها كتير جدا يتساءل لماذا لا يتم رفع البصمات وتحديد هوية مرتكب الجريمة وهو أمر بسيط في نظر العام ولكن هو على غير سالك البصمة التي يطرقها الإنسان سواء لصوابع الإيدين أو لصوابع القدمين بتتكون من دهون عرق أملاح المكونات دي مش هتعيش كتير لها عمر افتراضي لا يتجاوز 72 ساعة على حسب الجو المحيط بالمكان طيب إيه تاني لا يمكن رفع البصمة إلا من فوق الأسطح الملساء المسقولة لوح من الزجاج حوائد سيراميك ملساء نظيفة دي الأماكن اللي نقدر نرفع من عليها البصمات بخلاف ذلك إزاي هنرفع بصمة مكونة من عرق ودهون وأملاح مسك كتاب لا يمكن رفع بصمة من على هذا الجسم وبالتالي رفع البصمات له قواعد وله أسس كل محتويات مسرح الجريمة صغيرة أو كبيرة بداية من وجود شعرة في مسرح الجريمة شكل أو مكان المجنع له أو الجسة في مسرح الجريمة الوضع اللي موجود به جسة في مسرح الجريمة حالة النوافذ والأبواب في مسرح الجريمة حالة مصابيح الإضاءة في مسرح الجريمة حالة الشبابيك والستائر من الداخل في مسرح الجريمة كل هذه الأمور لها أهمية وهي ذات دلالة لابد من تدوين كل ما يجده في مصرح الجريمة هل كان مصرح الجريمة مبعصرا؟ هل كان مرتبا؟ لها دلالة هل مرتكب الجريمة دخل بالقوة إلى المكان؟ هل مرتكب الجريمة استخدم مفتاح فدخل بسهولة للمكان؟ هل كانت نيته البحث عن أموال؟ فحاول فض المحتويات هل المكان مرتب؟ كل هذه الأمور لها دلالة وتحتاج إلى بحث من الفريق وتدوين كل صغيرة وكبيرة في مصرح الجريمة وأكتفي بهذا القدر وهذه النبزة المختصرة عن مصرح الجريمة والحديث موصول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبراكاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة